سنوات قويلة وأنا أشتغل بالملفات السياسية العراقية الحساسة والجريئة ونغوص في تحليلات أكثر من المعتاد أو أكثر مما يطرح لأنه المشاريع التي تجري أو الترتيبات أو الأحداث بسياقاتها في العراق أنا وكثيرون يتفقون معي أنها لم تكن مصادفات أو أنها مشاريع أو سيناريوهات لحظوية بقدر ما هي تحمل في طياتها أبعاد وإستراتيجيات مرسوم لها ومخطط لها وفي بعض الأحيان تطرح في مراحل متقدمة أشبه ببالانات اختبار تراقب المرحلة وتراقب المنطقة وتراقب ردود الأفعال ولكنها بالمحصلة ستحصل اليوم هناك نقاش واحتدام في هذا النقاش وجدل كبير بين الأوساط السياسية هذا يتهم ذاك هذا يتبرأ ذاك يتوعد هذا يفصل ذاك يستنكر ذاك يروح للقضاء هذا ما راضي المهم بقضية عودة رافع العيساوي وعلي حاتم اسليمان إلى بغداد بعد أن كانت نسبت لهم تهم ليست سهلة التحليلات تذهب إلى نظرية المؤامرة وتذهب إلى أنه سياسة جديدة لضرب هذا الطرف أو ذاك ولكن نحن نرى أو نحاول أن نغوص في الأعماق هل نحن أمام مشروع جديد قد نضجت الظروف له وهذه المشاريع الآن التي سأناقشها هذه الليلة بالتفصيل هل يديرها العامل الخارجي؟ هل القوى السياسية العراقية من الذكاء أن تفهم أن يمكشف ولمغطئ؟ عدها قدرة للتحليل بالربط ما بين الأحداث ومن ثم أقول إليكم جميعا ما المفاجئ في عودة هؤلاء الشخصين إلى بغداد فالأمر كان قد طرح قبل سنتين وهذا الذي كنت قد قلته قبل قليل ببالونات الإختبار وسمعنا أنهم سيعودون فهي ليست لحظوية أفرزتها هذه المرحلة لكن قد تحتاجها هذه المرحلة من يلعب بالأوراق؟ من هو الفاعل الخارجي؟ من هي الأدوات الداخلية التي ستنفذ هذا؟ نحتاج للغوص كثيرا في هذا الملف للوقوف على حقائق أعتقد كلنا بحاجة أن نفهمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر